أكدت كل من مصر والسودان أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة بحيث يفدي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث كما دعت الدولتان الجانب الأثيوبي إلى الانخراط الفعال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن التأكيد المصري السوداني جاء خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية السودانية المكلف علي الصادق علي وخلال اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية كذلك أكد الوزيران استمرار التنصيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما وأهمية تنصيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما اتفق الجانبان المصري والسوداني على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في جمهورية السودان